اشتركوا في القناة أسمى آيات التهاني والتبركات بهذا الشهر الفضيل إلى سمو رئيس الوزراء دعين الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سمو رئيس الوزراء ويرعاه ويحقق لمملكة البحرين كل تقدم ورفعه وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على أبناء المملكة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إنه سميع مجيب سائلاً لها عز وجل أن يحفظ البحرين وكافة أبنائها في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأعرب سمو رئيس الوزراء عن سروره واعتزازه على الإطلاع على برقية سمو ولي العهد الطيبة المهنئة له بحلول شهر رمضان المبارك مقدرا مشاعر سمو ولي العهد النبيلة التي يعتز بها سمو رئيس الوزراء كثيرا داعيا الله عز وجل أن يمنى على مملكة البحرين وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع برحمته الواسعة وأن يرفع عنا وباء جائحة فيروس كورونا وعودة الأمور إلى طبيعتها وأن يعيد مناسبة هذا الشهر الفضيل وأمثالها عليكم وعلى شعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات